اشتركوا في القناة شاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من سعادة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة وسعادة السيد علي عيسى إسحاقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة وذلك بحضور عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية وأعضاء اللجنة العليا المزيد من التفاصيل في التقرير التالي استعدادا لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية الفين وأربعة وعشرين عقد المؤتمر الصحفي الأول حول هذه الدورة الضخمة والمتنوعة ليشرح ويبين المتحدثون فيه كافة التفاصيل والمعلومات المحورية حول استعداد اللجنة التنظيمية العليا لاستضافة هذا الحدث برعاية كريمة من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لدينا تقريبا أكثر من خمسة آلاف مشارك من الطلاب والطالبات والوفود التي سوف تتواجد في ملكة البحرين للتنافس في دورة الألعاب المدرسية وبالتالي هناك طبعا فريق مختص تحت إشراف اللجنة العليا البحرينية يعمل على إعداد الطلب البحرينيين الذين سوف يشاركون في التنافس في هذه الدورة هناك طبعا لجنة عليا مشكلة من سمو الشيخ خال بن حمر الخليفة ولجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة العليا عملت على قدم وساق طوال الفترة الماضية للإعداد لاستضافة هذا الحدث المهم وإن شاء الله ستكون هناك تغطيات إعلامية وتحليلات وفي نفس الوقت سيكون هناك تواصل مباشر من قبل الفريق الإعلامي الخاص لهذه الدورة مع الفرق الصحفية التي ترغب في الحصول على المعلومات من دون شك هذه دورة مهمة جدا طبعا ستتيح لطلبتنا في ملكة البحرين والمواطنين في ملكة البحرين للاطلاع على طبعا مختلف الثقافات والخلفيات التي سوف تتواجد على أرض مملكة البحرين من مختلف دول العالم طبعا رعاية سيدي صاحب الجلالة للحدث نفسه وبحد ذاته نجاح كبير وهذا يجعلنا جميعا أمام مسؤولية كبيرة كيف نعمل ليل نهار أساس انجاح الحدث ونفسه خلال المؤتمر صحفي قلت لكم أن اليوم هذه الدورة ما تخص أشخاص معينة تخص البحرين ككل فالكل لازم يكون جاهز لإنجاح هذا الحدث ولدعم مشاركة الدول الأخرى معانا نحو 3850 لاعبا من أكثر من 70 دولة حول العالم يشاركون بمهاراتهم الرياضية في هذه الدورة وتستعد المملكة إلى توفير كافة الاحتياجات والاستعدادات لإنجاح هذا الحدث الرياضي بكل تميز وبمشاركة فاعلة من مختلف الجهات الرسمية بالمملكة أن هذه البطولة أو هذه الدورة ستحتضن طلبة المدارس يعني جيل المستقبل بذن الله تعالى مثل ما أنت عارف بأن الله حافظ سيلي اسمه الشيخ خالد بن حمد أطلق مبادرة جيل الذهب وهي طبعا هدف الأساسي أن اليوم نحصل مواهم ونبني جيل قادم ممكن يمثل منتخبات فمثل هذه البطولات ستخدم هذا التواجه أيضا ستشجع السياحة الرياضية في المملكة طبعا يفصلنا أقل من أسبوع على انطلاق فعاليات دورة العام المدرسية الدولية التي تقام لأول مرة في مملكة البحرين وهي تعد أكبر حدث رياضي بمشاركة أكثر من 5000 طالب وطالب يتنافسون في 26 رياضة طبعا أهمية هذه الدورة أهمية كبيرة في إبراز اسم البحرين إعلاميا في إبراز حضارة وتاريخ وعراقة مملكة البحرين من الناحية الإعلامية الترويج لما تم تلك من أذ قديم على جميع المستويات طبعا أكيد العكاسات الأخرى على الجانب الرياضي والسياحي والاقتصادي والثقافي نحن في اللجنة الإعلامية سنقدم العديد من التسهيلات الوفود المشاركة من كافة الدول الشقيقة والصديقة سنخصد ثلاثة مراكز إعلامية سيكون في مركز إعلامي رئيسي تقريبا يستوعب ما يقارب من 150 إعلامي سيكون المركز الرئيسي الإعلامي في مدينة عيسى الرياضية اهتمام كبير توليه اللجنة التنظيمية العليا بالتغضية الإعلامية لهذه الدورة حيث وفرت ثلاثة مراكز إعلامية إلى جانب كافة الاحتياجات اللازمة التي تسهل عمل المؤسسات الإعلامية بما يحقق الأهداف المنشودة على مختلف المنصات الإعلامية جهزية واستعداد كبير أكد عليه المتحدثون في هذا المؤتمر الصحفي لدى اللجنة التنظيمية العليا لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي تستضيفها مملكة البحرين والتي تحمل أبعادا ثقافية واجتماعية وتعليمية كبيرة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين